أشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج لوجه الله في كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد أكد لنا عبد الرحمن الكواكبي أن الاستبداد يبسط نفوذه المقيط على النفوس فيملأها خوفا ورهبا ويهيمن على العقول فتغشاها الضلالات والجهلات حتى تمسي في ظلمة حالكة مدلهمة وتنتشر الفتن تتولد عن ظاهرة الاستبداد أمراض عديدة مدمرة وهي على كثرتها شديدة الفتك بالفرد وبالمجتمع عميقة الأثر في انحطاطه والسير به نحو الضعف والتهلهل روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قال وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل وعندما سأله صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال صلى الله عليه وسلم تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم فمن شدة الفتن تطيش الأفكار والأراء حتى يصير الإنسان كالمجنون يقتل ويبطش كما في أزمان الهرج والمرج بالأمس فقط في مصر وقعت خمسة جرائم ما بين قتل وانتحار ودهس وإطلاق نار بالإضافة إلى حالات خطف مما يدلل على أن المجتمع على شفى انهيار وضيع مشاهدين الكرام يسعدني أن أكون بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي أهلا بفضلتكم أهلا بكم مرحبا فضيلة الشيخ عنوان مقدمة اليوم في عصر الاستبداد تكثر الضلالات والجهلات وتنتشر الفتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد إذا غاب الدين غاب الأمن والأمان والسلم الاجتماعي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كما وصفهم القرآن الكريم في ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فقبل الكتاب والبعثة الناس تعيش في ضلال مبين طيب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام في ربوع الدنيا بأسرها يتعمد بعض الحكام عزل الناس عن دينهم ليه؟ لأن الدين إذا تأصل في المجتمع هيعلم الناس الحرية وحتى يشرع لنفسه ما ليشرعه الله سبحانه وتعالى وهيعلم الناس الإيجابية يعني المطالبة بالحق يعني والدين هيعلم الناس الحاكمية إن الحكم إلا لله وبالتالي المستبدون في الأرض حريصون كل الحرص على عزل شعوبهم عن الدين أو بمعنى آخر كما يتناسب مع هذه الأزمنة أن يقدموا للناس دينا ليس هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دين ليس فيه مطالبة بالحرية دين يخرج شيوخه يقولون اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك حتى وإن خرج الحاكم يزني على الهواء لمدة نصف ساعة فلا تعرضه هكذا قال شيوخهم فهذا هو الدين الذي يريد المستبد دائما أن يصدره للناس دين ينعزل الناس فيه في مساجدهم ومحاريب الصلاة بعيدا عن الحياة والمجتمع دين ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالفن ولا بأخلاق الناس في الشوارع والطرقات إنما دين فقط في المساجد لكن لو تكلمت بقى وخدت الدين في مساحات أخرى يتهمونك بالإرهاب أو بأنك جئت بإسلام سياسي كما لو كانت يعني الإسلام السياسي تهمة وهي ليست تهمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل والموحى له وهو الإمام في محراب العبادة هو نفسه السياسي المحنك والقائد في محراب الساحات القتال والحرب وهو الزوج وهو الذي يبيع ويشتري وهو الذي يتعامل فالإسلام كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين الكتاب فيه تبيان لكل شيء كما أشار ربنا سبحانه وتعالى فالمقصد أن الحاكم المستبد بيبقى حريص كل الحرص أن يعزل الناس عن الدين طيب ما هو الإناء إذا لم تملأه بالدين إذا لم تملأ الإناء بالماء هل الإناء فارغ؟ سيملأ بالهواء الحقيقة أنه مش فارغ هو مملوء بالهواء إما أن تملأه أنت بالدين فينشغل الناس بالدين والدين يضبط حركة الناس ويعلمهم الحرام والحلال أو يبقى الإناء فارغ هكذا العقل ده الأسوأ من ذلك بأن المستبد في عالمنا الآن بيعمل إيه هو مش بيسيب حتى الإناء فارغ الناس كل واحد يملأ ما يناسبه ده هو بيجب للناس أنه يملأهم بالفساد والانحرافي والقدلة من خلال الإعلام من خلال غياب المناهج التعليمية السديدة والأفلام والمسلسلات والأفلام اللي فيها قتل وفيها عنف وفيها بلطجة وفيها كذا في نفس الوقت اللي بيحارف فيها الشاب المتدين الذي يحفظ القرآن في المسجد واخد بالك إزاي فسايب البلطجي اللي بيشرب خمرة وبيروج له يعني بيروج له في أفلامه ومسلسلات ويدعمه يعني بيدعمه يعني فيها علاقات كويسة بين البلطجية وبين أجهزة الأمن وفيه وصايت يطلع صابري نخنوخ من السجن بعفو رئاسي صابري نخنوخ ده لمن لا يعرفه هو أكبر رأس لمافيا أو لعصابات البلطجة في مصر وعصابات البلطجة كما صرحت بها وسائل معنية بعد صورة يناير عددهم خمسمائة ألف واحد فده زعيم العصابة زعيم العصابة بتاع البلطجة طلع بعفو رئاسي في ألفين وخمستاشر ولا ألفين وستاشر واخد بالك إزاي فلما الشباب يشوف اللي بيحفظ قرآن بيتقبض عليه وبيتصف بالإرهاب والعنف والمتفوق في دراسته والمحترم مع والديه والمهذب مع الناس في الشوار والذي يصخر نفسه وماله وجهده لخدمة الناس في الجمعات الخيرية يوصف بالإرهاب وصبر نخنوخ وصبيانه واخد بالك كلهم يعيثون في الأرض فسادا وعندهم أحدث عربيات ووسائل الإعلام بتمجد فيهم وبترفع من شأنهم وبيحضروا حفلات وبيروحوا بيجوا الله طبعا الشباب هيروح فين ما هو الإناء كده انتماليته بصبر نخنوخ فيعني يبقى النهاية إيه فإذن الواقع الآن كل جريمة حدثت لو فتشت في أسبابها ستتشت ستجدها لا تخرج أبدا عن النظم المستبدة التي تريد من شعبها أن يعيش في إدمان المخدرات وإدمان الأفلام وإدمان الدعارة المهم لا يطالب بحقه في الحرية فينشغل عن أي حاجة غير أنه يطالب بالحرية لأن الحرية بتزعج المستبد نعم جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ على هذا الشرح الوافي وتحليل الأمور الدنيوية التي هي مرتبطة بالأساس بالدين ليس هناك انفصال بين الدنيا والدين عندنا في الإسلام الحنيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر